نروح لتأرير نشوف فيه أراء جماهير المغربية لمباراة المنتخب الأسباني ونرجع نكمل كلامنا المغاربة يكتبون التاريخ والله يعني الدول العربية كلها يعني فرحانا معانا خصوصا فلسطين والله العالم يعني فرحوا معانا والسعودية كمان حتى هي فرحت معانا قطر حتى هي فرحة معانا يعني كل دول العربية فرحونا وفرحوا معانا وفرحناهم بالمتخب شبعنا وإن شاء الله الفرحة الدوم يعني لما نشي الكأس العالمي يكون مغربي إن شاء الله في عذل الجالية المغربية المقيمة بالدوحك الليها فخر كبير أنها تنتقي بناسنا اللي في جميع دول العالم يجون ويعبرون التكاليف من السفر من كل شيء والعب وكل شيء يجون يتلتقون بإحنا المقيمين هنا فهذه فرحة كبيرة وتوحدنا وتخليهم ينسونا في الغربة نحن نساعد دلماتش من دابق إن شاء الله يعوالين ربحوه وإن شاء الله سنربحوا السبليون بناتنا حساب قديم وغادين ربحوا إن شاء الله ومجدين لفلام دياننا مجدين تضربوا ومجدين كل شيء بإن فرحوه نحن نربحوا إن شاء الله دلماتش هذا وفرحوا المغربة كاملين كل شيء فرحان كل شيء ناشط كل شيء بدأ بهذه المباراة اللي جاية إن شاء الله كنستعدوا لها إن شاء الله إيوان هاللي وفقهم إن شاء الله فاز المنتخب المغربي على بلجيكا لما تروح بالمترو بسوق واقف أي مكان في قطر يعني بتلاقي تهنئة وتلاقي ترحيب من كل الشعوب العربية حتى من خلال جنسيات أخرى بيهن أوك على فوز المنتخب المغربي بتكون فخور بتكون جيد سعيد بأكل أن المنتخب المغربي وصل للدور السطات أنا نفوحة الفرحة لا توصل الحمد لله نكملوا الفرحة مع المنتخب الإسباني إن شاء الله تكمل الفرحة ترجمة نانسي قنقر